بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعود إلى مهاجمة بايدن بسبب المهانة التي تعرضت لها أمريكا بأفغانستان ويقول أن أمريكا تعرضت لأكبر مهانة في مجال السياسة الخارجية بتاريخها كله لمتابعة ما جاء على لسان الرئيس السابق ترامب أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليشن هجوما على طريق التعامل الرئيس جو بايدن مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان الذي وصفه بأنه أكبر مهانة في مجال السياسة الخارجية الأمريكية بتاريخها وألقى ترامب الجمهوري باللوم مرارا على بايدن الديمقراطي في سقوط أفغانستان بأيدي حركة طالبان الإسلامية المتشددة على الرغم من أن الانسحاب الأمريكي الذي تسبب في الانهيار جرت تفاوض عليه قبل تولي إدارة جو بايدن للسلطة وقال ترامب في تجمع حاشد لأنصاره قرب ولاية ألباما أن انسحاب بايدن الفاشل من أفغانستان هو أكبر إظهار مثير للدهشة لعدم الكفاءة الفادحة من قبل رئيس البلاد ربما في أي وقت ويحاول زعماء طالبان تشكيل حكومة جديدة بعد أن اتحت قواتهم جميع أنحاء أفغانستان مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بعد عشرين عاما بعد انهيار الحكومة والجيش المدعومين من الغرب من جانبه انتقد بايدن الجيش الأفغاني لرفضه القتال وأدان الحكومة الأفغانية المخلوعة الآن وأعلن أنه ورث من ترامب اتفاق انسحاب سيء وألقى ترامب في كلمته أمام الحشد باللوم على بايدن في هذا الوضع لعدم اتباع الخطة التي توصلت إليها إدارته وأبدأ أسفه على الأفراد والمعدات الأمريكيين الذين جرى تركهم مع انسحاب القوات وقال هذا ليس انسحابا هذا استسلام كامل وأضاف ترامب أن طالبان التي تفاوض معها تحترمه وأشار إلى أن الاستيلاء السريع على أفغانستان لم يكن ليحدث لو كان لا يزال هو في الرئاسة وقال ترامب كان من الممكن أن نخرج بكرامة كان يجب أن نخرج بكرامة وبدلا من ذلك خرجنا بعكس الكرامة تماما أيضا متابعين الأعزاء في ذات السياق وكالة تركية تقول لماذا انهار الجنود الأفغان بهذه السرعة أمام طالبان تناول تقرير في وكالة الأناضول التركية أسباب انهيار القوات الأفغانية بهذه السرعة في مواجهة تقدم حركة طالبان وقال التقرير أنه بعد اجتياح سريع للمقاطعات الإدارية الصغيرة والمراكز الإقليمية دخلت حركة طالبان في 15 أغسطس أبل جاري العاصمة الأفغانية كابل واستولت على السلطة ومقاليد الحكم لأول مرة منذ عشرين عاما وبحسب التقرير فاجأ التقدم السريع الذي حققته طالبان الكثيرين حيث اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن لاحقا بأن إدارته فوجئت بالتدهور السريع للجيش الأفغاني رغم أن بايدن نفسه أعلن في أواخر يوليو تموز الماضي أن قوات الجيش الأفغاني الذي دربته الولايات المتحدة كانت لديه كل الأدوات والتدريب والمعدات لوقف سيطر الطالبان وقال إنه يثق في الجيش الأفغاني على وقف تقدم طالبان ووصفه بأنه أفضل تدريبا وأحسن تجهيزا وأكثر كفاءة لإدارة الحرب من طالبان واعتبر الرئيس الأمريكي في تصريحاته أن الحكومة والقيادة الأفغانية لديهما القدرة للمحافظة على الحكومة في مكانها لكن على العكس من ذلك سيطرت طالبان على معظم أفغانستان في غضون أسابيع قبل الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من البلاد فسرعان ما تراجعت الحكومة وفر الرئيس الأفغاني أشرف غني ومسؤولون رئيسيون آخرون بحثا عن الأمان في الخارج ومع ذلك على مدى العقدين الماضيين أنفقت الولايات المتحدة تسعة وثمانين مليار دولار لتدريب إعداد الجيش الأفغاني لذلك يبقى السؤال قائما لماذا ينهار الجنود الأفغان بهذه السرعة في مواجهة تقدم طالبان عوامل الفشل أرجع ريش أوتزون عقيد متقاعد في الجيش الأمريكي عمل سابقا في أفغانستان استسلام الجيش الأفغاني إلى نقص استدامة الدعم الدعم الجوي واللوجستي بمجرد مغادرة الجيش والمقاولين الأمريكيين وقال أتزون في حديث لوكالة الأناظول إن القيادة السياسية الضعيفة والمبادئ الوطنية لم تكن كافية لصد طالبان وأردف القادة والجنود فقدوا الثقة في كابل ولم يقاتلوا من أجلها في النهاية وأضاف أن الفساد أثر أيضا في رواتب الجنود ومعنوياتهم كما أن هناك جنودا أشباحا لم يحضروا للعمل ولكنهم كانوا مسجلين في الدفاتر فقط حتى يتمكن القادة من استلام أجورهم أتزون الذي عمل مستشارا جو سياسيا أوضح أن الفساد في الخدمة اللوجستية والتعاقد كان متفشيا أيضا من جانبه لفت مراد أسلان أستاذ العلوم السياسية في جامعة حسن كلجينو التركية أن نقص الدعم الجوي أحد العوامل التي أدت إلى فشل القوات الأفغانية وقال أصلا للأناظول إنه في بلد مثل أفغانستان المنتشرة عبر جبل هندوكوش كانت القوات البرية تعتمد اعتمادا كبيرا على الدعم الجوي والذي لا يمكن توفيره إلا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبين أن التفسير العسكري للانهيار الشامل للقوات الأفغانية يتمثل في أن أفراد الجيش تراجعوا لأنهم لم يشعروا بدعم القوات المركزية الأفغانية والأمريكية وأضاف الفشل على الأرض لا يتعلق فقط بعجز القوات الأفغانية ولكن بالتأثير النفسي للانسحاب الأمريكي أيضا أصلا أوضح أن القوات الأفغانية كانت أكثر حماسا للحصول على وظيفة بدلا من موقف ملتزم لخدمة البلاد على عكس حركة طالبان الأكثر تفانيا وقوة وتابع أن اختيار الموظفين تم على أساس العرق وليس على أساس الكفاءة أما مستقبل العلاقات مع أفغانستان وردا على سؤال حول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع قيادة طالبان الجديدة في البلاد قال أدزون إن واشنطن لا تستطيع تطوير علاقة وثيقة مع الحكومة الجديدة وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستصدر تحذيرات وتهديدات لمنع طالبان من تجاوز الخطوط الحمراء مع الإرهاب الدعم المفتوح أو التسامح مع القاعدة وغيرها وسوف تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان مثل قمع النساء والأقليات واستطرد بالنسبة لإدارة بايدن سيحاولون تقليل الاحتكاكات إلى الحد الأدنى وتجنب التدقيق العام لما يعتبره الكثيرون فشلا هائلا في السياسات والاستراتيجيات من ناحية أخرى ذهب أصلا إلى أنه في الواقع تم إضفاء الشرعية على طالبان لأول مرة بموجب اتفاق الدوحة في فبراير شباط 2020 وتابع غياب حكومة شرعية في كابل والتعزيز العسكري لطالبان يجعلانها شرعية هناك فراغ للسلطة يعتقد الكثيرون أن خروج القوات الأمريكية من أفغانستان ترك فراغا في السلطة قد تملأه قوى كبرى أخرى خاصة الصين وروسيا وأشار أصلا إلى أن الصين استقبلت في يوليو الماضي وفدا زائرا من طالبان ووعدتهم بتقديم الدعم مقابل عدم دعمهم المسلمين الأجور في شمال غربي الصين واعتبر أن هذا يعد اعترافا فعليا بحركة طالبان يبدو أن الصين قد ألقت بثقة لها بالفعل وراء حكومة إسلامية في أفغانستان وحثت طالبان على الوفاء بالتزاماتها للتوصل إلى تصوية تفاوضية في البلاد وفي إشارة إلى الصمت النسبي لروسيا منذ سقوط كابل قال أصلا إن هذا يعود لأنهم يرون أن هناك فرصة في الفجوة القائمة بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وأضاف من الأهمية بمكان أن يوافق المجتمع الدولي أولا على اتفاق قوي حول كيفية التعامل مع طالبان على حساب الاعتراف ونوه أصلا إلى أن جميع الأطراف بما في ذلك تركيا وباكستان وإيران يمكنهم بعد ذلك حث طالبان على الامتثال للمعايير العالمية والسياسات الدولية ونوه أصلا إلى أن جميع الأطراف بما في ذلك تركيا وباكستان وإيران يمكنهم بعد ذلك حث طالبان على الامتثال للمعايير العالمية والسياسة الدولية وفي إشارة إلى سمعتها كمقبرة للإمبراطوريات قال أدزون إن أفغانستان ليست المكان الذي سيطرت فيه أي قوة خارجية أو حتى استفادت منه لفترة طويلة من الزمن لكنه أردف أن النفوذ الروسي والصيني سيزدادان إلى حد ما مع اختفاء نفوذ الولايات المتحدة ولفت إلى أن دور تركيا كعضو في النيتو سوف يكون مثيرا للإهتمام نظرا لعلاقاتها الوثيقة مع جارتها باكستان والتي يقال إن لها تأثير على طالبان لكنه حذر من أن الحرب قد لا تنتهي ببساطة لأن طالبان لم تظهر القدرة على إدارة دولة أو اقتصاد كبير وسيتوقف النفوذ الأجنبي في البلاد على ما إذا كان الوضع سيستقر أم سيشعل فتيل قتال جديد بذلك متابعين الأعزاء نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى وكالة تركية تقول لماذا انهار الجنود الأفغان بهذه السرعة أمام طالبان كما استعرضنا مع حضراتكم أيضا هجوم ترامب والذي قال أن بايدن قد عرض أميركا لمهانة لم تتعرض لها في التاريخ أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة